اشتركوا في القناة وفي تقرير له أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا الحكومة في بغداد رسميا لتعويض بلاده عن تكاليف الحرب على العراق وبقائها فيه حتى نهاية عام 2011 وأوضح الموقع أن ترامب التقى رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في شهر آدار الماضي في واشنطن وطرح عليه موضوع دفع العراقي تكاليف الغزو وما سماها ترامب تكاليف أحلال الديمقراطية عبر أسقاط النظام السابق من خلال النفط العراقي وكان رد العبادي آنذاك حسب موقع إكسيوس أن الكثير من شركات الطاقة الأمريكية تعمل في العراق ولديها مصالح كبيرة فيه في إشارة منه إلى أن هذه الشركات الأمريكية تتنفع بشكل كبير من موارده وأن وجودها في العراق يعتبر مكافأة كبيرة للولايات المتحدة كما جدد ترامب طرحه المسألة نفسها على العبادي في اتصال هاتفي في صيف عام 2017 وبحسب موقع إكسيوس فأن ترامب اشتكى خلال حملته الانتخابية من أن الولايات المتحدة أنفقت تريليونات الدولارات في العراق وخسرت آلاف الأرواح فيه لكنها لم تحصل على شيء مقابل ذلك وقال إن الولايات المتحدة كان يجب أن تستولي على حقول النفط العراقية كتعويضا عن تكاليف الحرب ودخلت العراق بعد عام 2003 العشرات من الشركات الأمريكية بمختلف التخصصات والخدمة وسعت هذه الشركات للاستفادة القصوى من ظروف العراق بعد الاحتلال غالبيتها كانت شركات أمنية وشركات عاملة في مجال النفط والطاقة وكان لهذه الشركات أثر كبير على مجريات الوضع السياسي والاقتصادي في العراق أبرزها شركة إكسون موبيل وشركة شيل النفط وشركة جنرال إكتريك التي أبرم العقد معها بعد ضغوط مارسها ترامب على بغداد وفقا للرئيس التنفيذي لشركة سيمينس الألمانية المنافسة على هذه الصفقة ترجمة نانسي قنقر